مليون ممياء بعد 30 عاما من التنقيب أعلن الفريق من العلماء الأثار من جامعة بريغ هام يونغ في بروفو بولاية بوتا الأمريكية اكتشاف مقبرة عرفت باسم فجل جاموس بمحافظة الفيوم بمصر عام 2014 وأكد مدير المشروع أن الموقع قد يحتوي على أكثر من مليون ممياء وأن المقبرة لم تكن تخص ملوكا ولا مقربين منهم وكانت الممياءات مدفونة دون متعلقات دفن ودون توابط أو نعوش على عادة المصريين القدماء وعلى الرغم من الحالة السيئة للموتى فقد وجد الباحثون عددا من آثار بعض المقتنيات الجميلة بما في ذلك الكتان والزجاج وحتى الجوارب الملونة المصممة للأطفال كما ساعدت البيئة الجافة في المحافظة على العديد من أنسجة الجسم بما في ذلك الألسناء والأضافر ثانيا وعاء فضي من العصر الكارولينجي في عام 2014 تم اكتشاف وعاء فضي بغطائه يرجع إلى السلالة الكارولينجية على يد عاشق المعاد ورجل الأعمال الإسكتلندي ديريك ماكلين تم ذفن الوعاء أكثر من عشرة قرون وعثر بداخله على أربعة دبابيس فضة وسبائك الذهب وخرز العاج المغطى بالذهب ثالثا الخرز المصري في الدنمارك في إحدى مقابر العصر البرونزي في الدنمارك تم اكتشاف جسم امرأة وبجانبه 23 خرزة زرقاء وذلك عام 1880 وبعد التحقيقات والتحليلات تبين أنه جاء من مصر حيث يوجد تشابه كبير بينه وبين الموجود في مقبرة توتعنخ أمون رابعا كائنات فضائية قديمة قبل 16 ألف سنة كانت تعيش مجموعة من الصيادين في وادي مجدالين بكولومبيا إلى جانب المزارعين والصاغ والخزفيين وأنتج الصاغة أكثر من 100 تمثال صغير من الذهب لحيوانات وحشرات تم العثور عليها في العديد من المقابر لكن عثر على عشرة تماثيل صغيرة تشبه بشكل كبير الطائرات المقاتلة الحديثة وأثارت هذه القطع الأثرية الغريبة بعض النظريات التي يعتقد أصحابها أن هذه القبيلة كانت على اتصال بكائنات متقدمة خامسا تمثال للرجل السحلية منذ سبعة آلاف سنة في بلاد الرافضين عاش شعب عريق عرف بحضارته العظيمة المعروفة الآن باسم فترة العبيد وفي عام 1955 اكتشف ليوناردو ولي تمثالا لأم وطفل في مقبرة في أور هذا التمثال كان يمتلك جسم إنسان لكن رأسه يشبه السحلية ويستشهد حاليا بهذه القطع الرائدة كذليل على اتصال سكان عبيد مع الكائنات الفضائية القديمة ترجمة نانسي قنقر